اكد مع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ان مملكة البحرين تول اهتماما خاصا بتوفير كافة الامكانات والمقاومات للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ما اسهم في توفير طاقة استيعابية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج تفوق بمراحل طاقة الاشغال الحالية منوها بالجهود الوطنية المتكاملة التي يقودها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث كانت نتائج هذه الجهود المبذولة بروح الفريق الواحد دافعا مستمرا للعمل المتواصل بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وأوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحان مراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج يشرف عليها كادر طبي متخصص على مدار الساعة إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 1667 سريرا في حين أن بلق الإشغال منها 225 سريرا فقط وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 2504 أسرة بلغ الإشغال منها 172 سريرا لحد الآن مؤكدا أن مراكز الحجر الصحي الاحترازي تمتلك القابلية الكاملة لتحويلها لمراكز عزل وعلاج في حال استدعى ذلك وأضف معالي بأنه تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص للفيروس والعمل مستمر من خلال آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم لحصر المخالطين وفحصهم والتأكد من سلامتهم منوها بأن الجهود ستتواصل بما يعكس قدرة مملكة البحرين على التعامل بمهنية مع كافة التطورات والمستجدات وفق منهجية متكاملة تضع نصب عينها في المقام الأول حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين